الموضوع من أوله أن مصر برضو من اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي أو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة حذرت بدل المرة ألف مرة من التساع رقعة الصراع خد بالك أنه حتى قبل عملية طفن الأقصى فمصر حذرت أكتر من مرة في أنه كل ما يحدث من الجانب الصهيوني سوف يؤدي إلى انفجار الأوضاع الإسرائيلي طبعا يقولك إيه ده مصر كانت مبلغانة بالعمليات ما حصلش مصر قالت علنا كل ما يحدث من قوات الاحتلال تجاه فلسطين هتؤدي إلى انفجار الوضع وبقدر سوف يخرج عن السيطرة هم اسم الله عليهم ما سمعوش الكلام فقديك شايف عمليا هم بياخدوا علقة آه إحنا أولادنا بتتقتل في فلسطين تقريبا 22 ألف شهيد حتى هذه اللحظة قد يزيد قليلا أو يقل قليلا لكن ده اللي حاصل خلاص طيب جات مصر وقالت يا جماعة وقفوا ضرب وراعوا الوضع الإنساني عشرات مئات المرات ولو حسبناها على لسان كل المسؤولين كل الصحفين أقولك بقى آلاف المرات من إيه يا جماعة ده هيؤدي إلى اتصاع رقعة الصراع في المنطقة خلي بالك خلي بالك أنت مش عارف أنت بتعمل إيه خلي بالك طيب ليه مصر بتقول كده مصر أولا لديها هدف رئيسي ألا وهو تصفير مشاكل المنطقة بالكامل مصر عايزة تعمل زي ما كنا بنقول كده حاجة اسمها وهو مصطلح يعني معروف شوية وهو إسكات البنادق ما فيش حاجة اسمها صراعات مسلحة في المنطقة على الإطلاق طيب مصر مش عاوزة صراعات تفضل مستمرة ما بين دول المنطقة وما بين دول الجوار أو حتى هذا الكيان المحتل فكان فيه المبادرة والطرح المصري شديد الوضوح المتعلق بحل الدولتين خلي بالك حل الدولتين المصري ده مش متقال بس في هذه الجولة ده تقال على لسان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2014 في خطاب توليه لمنصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية أول مرة في 2014 فأسر الأب قال إن احنا الطرح بتاعنا هو حل الدولتين على حدود ما قبل خمسة يونيو 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية ده طرح من 14 بقاله عشر سنين ومصر قاعد عمالة بتشتغل على سيناريوهات هذا الطرح وكيفية تنفيذه في حد عارف ملفات المنطقة قد مصر لا بحكم ايه؟ بحكم التاريخ وبحكم السياسة وبحكم المواجهات العسكرية إلى آخره صح؟ طيب في حد دخل في صراع مسلح وعسكري مع إسرائيل وهزمها غيرنا؟ لا في المنطقة وفي العالم إحنا بس مش دي نقطة الفخر هي نقطة الفخر الحقيقية هي أن إحنا عارفين عارفين بنتحرك إزاي؟ وبنتحرك جوه هذا الملف اللي هو الصراع العربي الصهيوني إزاي؟ وإحنا اللي عارفين كويس شكل الصراعات المسلحة اللي موجودة في المنطقة واللي ممكن تنشف في المنطقة في خلال الفترة المستقبلية فحذرنا من التساع رقعة الصراع طيب إيه اللي حصل في الآخر؟ إنه حصل إنه مجموعة أنصار الله الحوثيين في اليمن خدوا قرار في إنه هم يتعرضوا للسفن اللي بتمر في البحر الأحمر من بعد خليج عدن ومضيق باب المندب وحصل فكانت النتيجة هي تشكيل التحالف الحالي اللي بتقود الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لضرب قوات عبد الملك الحوثي أو مجموعة أنصار الله فبيضربوا الحديدة بقالهم تقريباً دلوقتي ثلاث ليالي حلو؟ لا مش حلو ولا حاجة من ناحية أنا بتسبب فيه خسائر كبيرة لممر تجاري عالمي زي قناة السويس بتمر بيه تقريباً من 13% لـ 14% من حجم التجارة الدولية فهذا يعطل مصاري التجارة في العالم يعني 14% من حجم التجارة متعطل أو مهدد بسبب هذا الصراع اللي إحنا حذرنا منه بس ما فيش حد عاوز يسمع إحنا بنقولش الناس اسمعوا كلامنا في المطلق بس إحنا اللي عارفين طيب تلاقي في الآخر خالص دلوقتي أحدث الأخبار أنه أمريكا بتعرن عن فقدان لعناصر أو لعنصرين من قواتها البحرية في منطقة العمليات ترجمة نانسي قنقر